قتل قائد شرطة منطقة التواهي وعنصر آخر من عناصر الشرطة اليمنية في كمين مسلح استهدفهم عند دوار المنصورة وسط مدينة عدن وقالت مصادر أمنية أن المسلحين اعترضوا دورية الشرطة التي كانت قادمة من منطقة خرمكسر وأطلقوا النار عليها وأفاد مراسلنا في اليمن بأن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي وصالح في مناطق قريبة من الحدود مع السعودية وقد تركزت الغارات على منطقة ميدة تابعة لمحافظة حجة كما أفاد مراسلنا في اليمن بسقوط قتلى وجرحى في معارك بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح في جبهة الزوب بمحافظة البيضاء كما سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي وصالح بعد قصف طائرات التحالف العربي نقطة تفتيش تابعة لهم عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة تعز وفي صنعاء قصف الطائرات التحالف بخازن أسلحة بمعسكر العرقوب في نهم شرق صنعاء للحديث عن الأوضاع الميدانية في اليمن وما يحدث في عدن أيضا نرحب بضيفينا في المساء معنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي محمد لقبيبان ومن الكويت رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام دكتور فهد الشليمي أهلا وسهلا بضيفي سأبدأ معك سيد قبيبان هنا قرأت قبل قليل بعض الأخبار عن تقدمات للقوات الشرعية وهناك من يقول بات يقول بأنه لم يعد كالسابق هناك تركيز على محور معين كما شاهدنا في مأرب مثلا عندما كانت تركيز أو في السابق عندما كان الهدف عدن الآن في عنا تعز وفي عنا مأرب وحتى صنعاء ومحيط صنعاء وهناك من يقول أنه حتى موضوع صعدة ممكن الدخول فيه الآن رأيك استراتيجيا وعسكريا ما يحدث الآن هو عدة محاور ولا هو تشتيت للعمليات العسكرية لإنهاك الحوثيين طالما أن الأخبار بدأت تصل من كل محافظة عن تقدم هنا وهناك حتى في البحر هناك قوات التحالف بدأت تحذر السفن الراسية في مناطق قريبة أيضا من المغادرة لأن هناك احتمال دخول لتلك المناطق ما رأيك في هذه الاستراتيجية الآن التي تبدو مختلفة عما حدث سابقا مساء الخير سيد يوسف ومسي على ضيفنا العزيز وهو فرصة سعيدة بصراحة بتواجدي مع الأخ العزيز الدكتور فهد أهلا ومساء الخير على المشاهدين الأجمعين أنا أقول لك أنه تشتيت لأنه من آليات هزيمة العدو التشتيت في الهجوم على عدة محاور الضغط على عدة محاور الفتح جبهات متعددة فرضة نهم ترى كان لها دور كبير في الروح الانهزامية لقوات عفاش والحوثي وأيضا كان لها روح معنوية عالية للجيش الوطني والمقاومة وكذلك التحالف فبهذه التكتيكات والتي رأيت أنا وسيادتكم المشاهدين بفتح عدد من الجبهات هذا ما كنا دائما نقول القوة الغير نظامية لا تمتلك العلم العسكري الحديث ألا وهو التشبث بالأرض والتركيز في أماكن رئيسية إنما توجد في أماكن تستطيع منها قتل دار عجزة زي ما شفنا قبل أمس هذا حد الحوثي وصالح يعني ما في أبعد من كده يعتدون عن مواطنين الأبرياء والتخفيف الظلام والقيام بقتال أو الهجوم بعمليات لشخصيات بريعة ففي ظل هذه الصورة كاملة وضعف للحوثي وضعف الصالح أنا رأيت أن هذا الأسباب الضعف تأتي من اختلاف والتوجه لعدة محاور لنتكلم على أهمها يعني دائما نحن ذكرنا السيد يوسف ومعك وعديد من اللقاءات تكلمنا على فتحة الجبهات من المناطق الساحلية هذه المناطق الساحلية التي أنا أرى أن أكثر ما تكون إمداد للقوات سواء للحوثي وعفاش فيما بينهم ما بين المديريات أو فيما تحويل أسلحة أو إمداد أسلحة من صنعها أو نقل معدات أو نقل أفراد للقتال يأتي عن طرق جانبية تكون بعيدة عن الصراع لذلك أنا أشوف أن طال عمرك زي ما ذكرت هو تشتيت وأيضا استخدام المفهوم العسكري اللي هو الأربع الآليات التي ذكرناها وأحب أعيدها للأهمية التشتيت والتحطيم والتدمير والعزل هذه تأتي كلها مجتمع ولكن زي ما تفضلت تشتيت العدو هو من أهم أحد محاور هزيمته فكلها مجتمع الساد يوسف للهجوم محاور مختلفة واستخدام تكتيك التشتيت طيب سيد فهد أريد أن أسألك تقريبا عن نفس الشيء لكن دائما في مقابل هذه العمليات يعني التقدم لقوات الشرعية هنا نلاحظ أنه في المقابل هناك عمليات أمنية في عدن يعني هناك تركيز على عمليات لاغتيال في عدن لإيطاء صورة بأنه عدن غير آمنة برأيك ما الهدف من هذه العمليات ومن الذي يمكن أن يقوم بها طالما أنه لا توجد قوات للطرف الثاني في عدن سوف أحييك وأحيي أخوي اللواء الغبيبان وسعيد بمشاهدته بالنسبة لعدن السلام عليكم المفروض عدن محررة والحكومة الشرعية فيها المنطق والعقل يجب أن تكون سيكيور مؤمنة والمنطق والعقل يقول يجب أن تكون صنعاء هي اللي فيها أحداث الفوضى لأن هناك تقدم نحوها رح يصير هناك ذعر رح يصير هناك خوف رح يصير هناك إجلاء أو نزوح أنا اللي أشاهده بالعكس لم تحدث عمليات تفجير في صنعاء لم تحدث عمليات اقتيالات في صنعاء وإن كان مرة أو مرتين حدثت أنا أعلم تماما أن القادة الحوثين يتخفون الآن واحد منهم يلبس الكاب ويتخفى ويترك سيارته ويركب الموتوسيكل يعني فيه الآن هم الآن يحاولون يتخفون ويحاولون حتى في فترة الغيلولة القات في أماكن معينة وفي بيوت محددة ومعروفة لذلك هذا وضع غريب المفروض تكون عدن هي المؤمنة لماذا الآن عدن غير مؤمنة لعدة أسباب إما أن تكون هناك ضعف في الغيادة ضعف في التدريب ضعف في جهاز الاستخبارات والأمن ضعف في اللوجستيك في المواد الدعم الإداري ضعف في الاتصالات أو كل ما سبغ ذكره وأنا أعتقد لعلاج المرحلة القادمة يجب أن ينشأ جهاز سري جهاز مباحث لأن العسكري في اليونيفور في اللبس الإرهابي أو المجرم لا يستطيع أن يقوم بأي شيء لكن العسكري المتخفي وبناء أيضا جهاز قضائي وإجراءات قضائية أيضا هناك فساد في كوروبشن أنا أعرف أن هناك مساجين تم تسليمهم لبعض الجهات وتم أخراجهم من الباب الآخر إذن نحن في مشكلة الآن موجودة في عدن المفروض تكون هي عاصمة الدولة السياسية الثانية الأدهوة الأمر وهذا حق سعادة الأخ رئيس الجمهورية فلوس الموانئ ليش تودونها صنعاء الحين معقولة إرادات تروحوا صنعاء العساكر اللي عندك يروحون صنعاء يستلمون الرواتب يعني منطق ما نعرف أنا مش فاهمة لهذا السبب أتمنى الحقيقة هذه هي الأمور الهامة اللي الناس تتحدث عنها بناء جهاز أمني استخباري تأمين المنطقة دعم إداري ولوجستيك أيضا القيام بعمليات هجومية استخبارية الأوكار هذه معروفة ليش ما يعني تقومون بعمليات هجوم عليها هذه هي كلها التساؤلات وبالتالي تعطيك سبب عدم الاستغرار واضح دكتور فهد اسمح ليون أن أعود لأستاذ محمد القبيبان في الرياض يعني الدولة عادة يقال لنا أنه لا تستطيع أن تقاتل بنفس أسلوب الميليشيات والجماعات المسلحة الجماعات المسلحة يمكن أن تقوم بعمليات اغتيال غدرا بعمليات ارهابية أن القوات النظامية والشرعية لا يمكنها أن تقوم بذلك يمكن هذا في جزء من ما قاله دكتور فهد أنه في صنعاء لا يحدث لكن في عدن أيضا من أسباب الأخرى برأيك ما الأسباب الأخرى التي ممكن فعلا تؤدي إلى أنه يتكتون هناك عمليات اغتيال من وقت لآخر في عدن خصوصا أنه يحتاج وقت موضوع بناء جهاز أمني بناء قضاء كما ذكر دكتور فهد لكن كل ذلك بحاجة إلى وقت ما رأيك أنت؟ تذكر طال عمرك لما تكلم فخامة الرئيس أو نائب الرئيس بحاح رئيس الوزراء تكلم على المساعدات الأمنية وأنا لو كنت أكتب في جرائد كنت راح أنتقد تصريحه لا وهو عندما تأتيك هذه المعونات والدولة في ظل حرب وفي ظل عدم استقرار وفي ظل انعدام أمن وفي ظل تواجد اختلالات أمنية عالية وتبدأ تركز في الاقتصاد هنا أنا أقول يعني بغينا نفكر شوي ونعيد الأوراق مرة أخرى ونقول الدولة زي ما ذكرت لك وتعطي من ضمن التنمية الاقتصاد لا يأتي الاقتصاد إلا بوجود الأمن لا يأتي الاقتصاد والحركة التجارية إلا بوجود الأمن فهذه المعونات الضخمة والمساعدات الضخمة التي وجدتها الحكومة اليمنية من قبل الدول التحالف أنا أعتقد أنه في مشكلة كبيرة في وضع الأولويات وترتيب الأولويات على أهمية الخطورة أما فيما يخص أنه والله الجيش لا يستطيع التخفي بما تقوم به الجماعات الغير نظامية صحيح صعب ولكن فيه نقطة برضا مهمة أستاذ يوسف ذكرتها لك وذكرتها كثير في عدد من المحاور المواطن يعني قبل شوي حضرتك جايب الصورة للسيارة وفيه الإغتيال وهذه لا أريد أن أقول الفوضى في الشارع اليمني وخاصة في عدن لا هذا النوع اللي أنا قدر أسميه عدم إحساس بالمسؤولية يعني اسمحوا لي في هذه الكلمة إذا كان المواطن لا يساعد الحكومة فالحكومة ترى فيه مثل يقولون يعني ماهب شمس شارقة على كل شي لابد من دعم المواطن الوضع الحالي لليمن جدا صعب الوضع العسكري فيه نوع من الصعوبة خاصة عند قرب إن شاء الله نهاية العمليات ولكن لا أرى يعني هناك استعدادات أمنية واضحة من قبل الشرطة لأننا نتكلمنا كثيرا نقلنا على الاحترازيات الآلان قتل قائد الشرطة ومعه رفقاءه هل هذا يعني أول مرة تصير لا يبدو لي أن هناك عدم إحساس أنه فيه فعلا خطر فيه قوات التحالف تتقدم والجيش الوطني تقدم والمقاومة تفعل يعني من أرواع ما يكون أن يفعل وفجأة تأتينا عملية اغتيال أو على زي ما ذكرت في التقريب تقويض العملية الأمنية وتهد ما حصل هذا العدم التوازن في بناء الاقتصاد والأمن لا بد أن ترجع الحكومة وترى الأولوية أين هي الأولوية في الأمن الأولوية في يعني النشر الوعي الفكري المواطنين يا سيد يوسف أنت شايف عددهم كبير في اليمن صحيح في عدن والأخ فهد زار العدن وشاف كيف الأريحية في الروح هناك أنا ضد كل هذه الأحداث لأنه لا بد أن يكون الشعب اليمني على أهبة الاستعداد حتى يتسلم أفاش والحوثي يسلمون إلى الحكومة ومن ثم بعدها تبدأ التنمية الاقتصادية هذه وجهة جملة قبل أن أذهب لدكتور فهد جملة واحدة فقط وسأسأل أيضا دكتور فهد يعني برأيك هل ما يحدث في عدن يؤثر سلبا على التقدم الذي يحصل في بقية الجبهات العسكرية سواء نفسيا أو عمليا ما وضح أنه في هناك تأثير العمليات مستمرة لأن اليمن برجالها لا تهزها ريح عملية وعمليتين تحدث أي نعم أنها لا تعطي مؤشرات جيدة على الأمن الداخلي وهذا على فكرة ما حد سوف يتم في صنعة يعني الآن عودة القادة العسكري والعمليات في الصنعة هذا من أكبر التحديات سيشوفها فإجابة لسؤال حضرتك أنه لا أتوقع أنها تؤثر كثيرا ولكنه برضو هناك عدم استقرار في الأمن يعود نوعا ما بنفسية إلى المواطنين يعني تأثر نفسية المواطنين أكثر من الجيش والمقاومة دكتور فهد هنا أيضا يعني هناك من يقول بأنه الحوثيون يتسلحون بسلاح الفوضى يعني هم لا يريدون حلا ربما سياسيا يعني الذهاب إلى جنيف لا يريدون توقيع على حل لا يريدون شيء واضح ويقولون للحكومة أنه انتصاراتكم العسكرية طالما لم تتوصلوا معنا إلى حل ونحن لا نريد الحل سيبقى هناك الخيار حتى برغم الانتصار القدر على إحداث الفوضى في كل مكان الفوضى برأيك هل هذا سلاح مؤثر حتى الآن بالنسبة للحوثيين شوف فيه أدبيات الارهاب جماعات الارهابية ما تزدهر إلا إذا كان هناك فوضى البلد اللي فيه فوضى يكون أكثر فارنبل أكثر ضعفا لدخول العمليات الارهابية عليه الآن الهدف السياسي من هذه العمليات سواء يعني قلت علي صالح أفاش أو الحوثيين وجهين لعملة واحدة يعني الذي يقوم بهذه العمليات هو عناصر استخبارية موجودة وعارف المنطقة يساعدها أيضا بعض سكان المنطقة ليش لأن هناك ملجأ لهذه المجموعات وبيوت آمنة موجودة لها في المحافظات الجنوبية أعتقد أن الفوضى أيضا تؤثر على المعنويات يعني هز ثقة الحكومة هذا مبدأ أساسي حتى في عمليات قلب النظام أنك أنت تبدأ بتشويه وهز صورة الحكومة ما يحدث في المحافظات الجنوبية يعني في الجنوب هو هز لثقة الحكومة والقيادات الموجودة قتل قائد الشرطة يشعر المواطن بعدم الإطمئنان الآن نأتي أيضا إلى الخدمات أنا أعتقد أن هناك غصور كبير في العمل الحكومي وأحد أوجه هذه الغصور أبناء المقاومة الجنوبية اللي كانوا موجودين ترى ما وظفوهم ولذلك هذا الشخص أمام خيارين إما أنه يتحول إلى إرهابي ويأخذ له مئة وسبعين دولار في الشهر وهذا العرض موجود وفي المكلة على فكرة كمان نفس العملية أو أو أنه يداوم وما يعطونا رواتبة لمدة خمس شهور قلت لك كان فيه مشكلة في الليدرشيب في الغيادة فيه مشكلة في الإدارة لا يمكن أن تحدث هذه المشاكل ولا نستفيد من الدروس المستفادة ويتم الحقيقة يعني التفاديها نقطة بس أخيرة أنا أعتقد أن أضم صوتي لصوت اللوة نعم يجب أن يكون هناك تشديد أمني ونقاط تفتيش وأن تكون البلد سواء كانت فيه حكام عرفية إذا كان دستور يسمح أضبط البلد ووحم أرواح الناس وبعدها تحدث يا نائب رئيس الجمهورية عن البضائع والاستيراد وبعدها حول الدولارات إلى صنعاء يعني حقيقة هذا منطق أعوج وأعتقد يجب أن يكون هناك مراجعة ويجب أن تكون القيادة غوية لأنكم أنتم مؤتمنين على أرواح الناس وأعراضهم وامتلكاتهم وهذا ما شاهدت الحقيقة أنا في عدن لم أشاهد مع أني أنا افتريت لكن ظروف الحالية هذه صعبة المقصود فيها هو تصعيد القتال إلهاء التحالف عن القيام بأدوارها هناك وهز ثقة الحكومة في مواطنيها والثغرات الكبيرة الحكومية التي تحدث في عدم تعيين أبناء المقاومة الجنوبية التي حاربوا مع الدولة طيب سيد محمد أعود لك في الرياض يعني الوقت بدأ يعني بقي لديه قليل من الوقت هنا برأيك العمليات العسكرية هناك تشتيت كما ذكرت والنقاط الأربعة التي ذكرتها قبل قليل ماذا نتوقع عسكريا في المرحلة القادمة من أجل ربما الإسراع أي محور تتوقع أن يكون التركيز عليه أكثر عسكريا في المرحلة القادمة باختصار الحلقة الأضعف أنا أشوف أنه الآن بالوضع الحالي يبدو لي أنه صنعها هي الحلقة الأضعف في الموضوع فرضة نهم تقريبا مسيطرة عليها سيطرة كاملة العمل يعاد زي ما ذكر في عدة تقارير بأنه هناك تعزيز للقوات العسكرية حتى يبدأ تحرك من فرضة نهم إلى أرحب فأنا أشوف أنه الاستمرار في الضغط على الجبهة الشرقية ومحاولة الصرواح يعني من جهة صرواح كأنها توقفت العمليات أو أنها ما بين كر وفر هي الجهة التي تقريبا نقول لك أفضل يعني أفضل طريقة لسقوط العاصمة ونرجع لسؤالك في الحلقة الأولى الاستمرار بفتح الجبهات الاستمرار بالقوات الجوية يعني الآن لا عليها دور إلا أن تدمر بقدر ما تستطيع كذلك نعم الحديدة المخى لا يجب أن تغفل هذه وإنما الأولوية الآن تاب ريرتي لصنعة فرضة نهم أرحب بني حشيش ومن ثم أربعة إلى خمسة كيلو متر ونلاحظ أنه يعني تعرف طالع أمرك أنه المعنويات الآن يعني جدا مهزوزة ترى عند الحوثي وعفاشي يعني هي فرصة الآن للقضاء عليهم ولكني أؤيد التأخر هذا والاستعداد للتعزيزات حتى يتم هناك هجوم لأن موضوع القبائل الآن ترى توقف أنا ما أدري ليش لم أعد أرى أحد يتكلم عن موضوع القبائل يبدو لي أن هناك موضوع القبائل فيه كس شماركا وعلامة استفهام فيما تخص منطقة صنعات دكتور فهد باختصار إحنا اليوم شمعنا منك تحليلات فيها كمية كبيرة من الانتقاد في النهاية هنا عندما يعني دكتور لكن يبدو أنه عندك تعليق على الموضوع تفضل الآن في كلمة أخيرة فيما يتعلق التوازن بين الوضع الأمني في عدن والتقدم العسكري على المحاور نعم لا طبعا الانتقاد يأتي لأن أرواح الناس ما يلعبه حرام يعني وهذا شيء عايشنا في الكويت يعني ترى تحرير المدن وشفنا يعني في أمام كل الحوادث الأخيرة اللي صارت الآن صنعاء قد تكون معرضة للنهب للثأر للدمار للسرقة لازم تكون أيضا التحالف خطة تأمين صنعاء قبل لا يخش صنعاء أيضا التحالف لازم يعمل خطة تأمين عدن قبل لا يخش عدن هذه كلها أمور ودروس مستفادة الآن اللي واضح أنا أعتقد هي ملاحظة للتحالف أنا أعتقد أنه زخم العمليات للتحالف نعم يعني المفروض أنت من خشيت في عمليات على طول تتقدم لأن هذا الزخم للعمليات إذا توقف يخلي الطرف الآخر يشعره ويستقل إعلاميا لرفع معنويات القبائل الأخرى الموجودة للموالية له اندفع بقوة وأضعف الزخم هذا هو يحل المشكلة صنعاء مفتاح الحل روح الصنعة واطرق أبوابها وعلق عفاش وعلق الحوثي على المشانق وينتهي الموضوع شكرا شكرا جزيلا رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام دكتور فهد الشليمي كان معنا من الكويت وشكر موصول أيضا للخبير العسكري والاستراتيجي محمد القبيبان حدثنا من الرياضة نبقى في اليمن لكن سنحدثكم الآن عن تعز حيث تعيش هذه المدينة وضعا صحيا وبيئيا يوصف بالكارثية من جراء تكدس القمامة والمخلفات في الشوارع بسبب الحصار الذي يفرضه الحوثيون وقوات صالح على المدينة وقد دفعت الأزمة سكان المدينة إلى حرق القمامة ما أدى إلى التسبب بأمراض في الجهاز التنفسي ناجمة عن انبعاث الدخان والغازات الضارة بالطبع هذا ليس حريقا في أحد المباني أو الأسواق بل حريق ناجم عن حرق القمامة والمخلفات المكدسة في شوارع مدينة تعز المحاصرة التي يمنع عنها حتى نقل هذه المخلفات إلى المقالب الموجدة في أطراف المدينة وخارج مربع الحصار وبعد انتشار البعوض والروائح الكريهة لم يجد البعض وسيلة للتخلص منها سوى بإحراقها مقالب مؤقتات داخل المدينة ما فيش بسبب الحصار نضطر أن ننقل القمامة من داخل المدينة مع أنه ما فيش طريق آمن نحن نخرج المقلب الرئيسي وتوطي سحب الدخان معظم شوارع وأحياء المدينة وحتى المستشفيات جراء حرق أكوام القمامة والمخلفات في الشوارع والأسواق أو في مجاري السيول حيثما سبق التخلص منها استنشاق الناس لهذه العوادم السامة أدى إلى انتشار كثير من الأمراض التنفسية كالحساسية والراب وغيرهما إحراق القمامة يسبب تزايد الحالات التي تعاني من أمراض التحسس أمراض التهابات التنفسية كذلك الراب نستقبل حاليا في المستشفى باليوم ما لا يقل عن سبعين حالة من الأمراض التنفسية هذه ومع هذا كذلك نعالم النقص بالأكسوغين أيضا المضادة الحيوية أيضا المرافق الحكومية حاليا غير مجهزة لاستقبال الكم الهائل من الحالات فهذه كارثة بيئية ومع اقتراب فصل الصيف تزداد المخاوف من انتشار بعض الأوبية وظهور أخرى من جديد مثل حم الظنك فالوضع الصحي الكارثي الذي تعيشه المدينة بسبب الحرب والحصار الذي يشمل حتى الأدوية لا يساعد من تبقى من مستشفيات على مواجهة مثل هذه الأمراض تكدس المخلفات في الشوارع بهذا الشكل واضطرر الناس لإحراقها للتخلص منها يفاقم من الكوارث الصحية والإنسانية التي يعيشها السكان في مدينة تعز المنكوة والمحاصرة محمد القاضي سكانيوز عربية تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر